يا ابني ما كانش فيه داعي ناعد هنا ومصاريف غالية على الفاضي انت مش بتقول شهر واحد اللي هتغيبه اعوده عند عمتك في اسكندرية وخلاص عمتي عمتي يا بابا ما انت عارف جزء عمتي ما بيطلع نوعش طبعا انت مش هتستراح هناك وانا مش هسيبك تبات فما كانوا انت مش مستراح ولاو اليوم واحد انت هتعود هنا زي الباشر حد ما اروح وارجع اخدك نطلع على المنية تعمل عملية ونرجع سوا بسيدي فيه انا يا دكتور هيشوفك ويتابع كل يوم ربنا يا مفاقك يا حسى مادني خلي بالك من نفسك يا حبيبي مهم انت يا بوكبات انت دعيلي انا بدعيلك من قلبي انت عارف انا مبتمن عليك ليه عشان انت مع الاستاذ ناجع اطلع الراجل ده محترم وبيحبك وحياخد باله مني ربماية ستة وخمسين لو سمعت افضل ناجي باشا هو ساعتك ناو تعمل تشيك او ات انت بعد بكرة الصبح بادر ان شاء الله اقومة سعيدة يا ناجي باشا ما تخليك قعد معانا شوية الا باش اللي في القوتيل ده انا شاف امن في كل حتة اصلي في مؤتمر اقتصادي التلات يام اللي جايين دون وفوت جاية من كل حتة والقطيل كومبيليت يا ناجي باشا بس المنظر برا يخد انا قلت في حد جي احتل القوتيل ما هو تقريبا ضل حصل اصلي الوفد الاسرائيلي نازل في القوتيل اسرائيلي بنا عادي لا يمضي على خير معقول مستر ناجي عطالله شو هالمفاجأة الحلوة هاي مستر ناجي انت ناسيني انا اسحاق هليفي ازاك اسحاق تعمل لنا اي يا اساس ناجي اه انت اصال غريب اوي اي بلدي انت اللي بتعمل ايه هنا انا جاي احضر مؤتمر اقتصادي استر ناجي انت ابل حلال انا احتاجك خير استر ناجي انا ساكن بذات الطابق اللي انت ساكن بي ومحتاج ابدل غرفتي قالوا لي انك ساكن فيها وهي غرفتي المفضلة وما عارفين امت بدك تعمل تشيك اوت فلو تتركلي الغرفة في الكام يوم اللي انا قاعد بيهم اكون كلش مبسوط انا مشي بكرة سيب لك القتل كله تحب سيب لك البلد كمان مستر ناجي انت شايل مني معقولة كونز علام انشاء موضوع البانك هذه شغلة خارج ارادتي مستر ناجي اسمع ام سايد انا مش هستلمي الوظيفة اللي انت جاي بهالي دي وهطلع المشوار اللي انا تعالعه بس انا عاوزك تبع عارف حاجة ما هي ام اقوي انا عارف كايس اقوي ان انت اللي كبرتني وربتني وصرفت علي دم قلبك بس اوعيدك ان انا اول مرجع هردلك كل ما ليم انت صرفته علي هكذا يا ابراهيم ما حدش يقول كده العام سيبيه سيبيه يا ام ابراهيم ابراهيم كبر خلاص ما بقاش يقبل ان احد زي يصرف عليه لكن قبل ما هترجع لي بقى كل اللي صرفته عليك يا ابراهيم يا ترى انت حاسب كويس يعني هترجع لي مصاريف الاكل والشربة والمدارس وما تنساش اول عجلة اجبتها لك لما نجحت في الابتدائي اقوع كمان تنسى اللابتوب يا ابراهيم انا تحت امرك في كل طلباتك طي هتحاسبني ازاي بقى على خضيتي عليك وما سخنت وجريت بيك على المستشفى انا كنت حجنة اليوم ما ظهرت نتيجة السنوية العامة ورحت انا وانت عشان نشوف النتيجة وانت كنت خايف لحسن تسقط او تجيب مجموع قولي الابراهيم وانا خدتك في حضني وطبطبت عليك وقلتلك متخافش حدخلك الجامعة اللي انت عيزها اليوم ما مشكك تحري وجريت على الاسم زي المجنون وانت اتحايل على الظابط عشان ما يبقى يتكشي ليلة واحدة في الاسم حاجات كتير زي كده ابراهيم تريد بقى انت بتديني حسابي بيبقى حط دول في الفاتورة وشوفي ساوك ساوك انت مش عارف انا بحبك اديه بس وغلوتي عندك وانا عارف ان انا غالي عندك خلينا روح المشوار ده ده بس وبعد كده هرجع عامل اللي انت عاوز عشان خاطر يا عم ساي انا حاس ان فيه خير كبير اوي ليه روح يا ابراهيم اعمل اللي انت عاوز يا اما يا اما قلتلك ميت مرة يا اما اسمع الكلامي بقى ازاك يا بنتي بسانت اعمورة يا اما قلتلك يا اما اسمعين يا بوس رجلك سيبك من بسانت ونيلة دية اسمعيني بس كده انا قلتلك تعاخدلك شقة مفروشة عشان خاطر الشارع اللي اقضيف السبوبة دي بقى مطمن عليكي وراسولي ان انا محاردة عليك ترمانتة بتعلي صوتك علي يا نيتني يا اما انا مقصدش انا نفسي بس اكون مطمن عليك ما سبكيش في كشك ده كده الواحدي في الشارع شقة مفروشة يا نيتن انا اروش شقة مفروشة عشان نطالع واللي نازق ويقولوا انت اللي بقى بدي حبيبه يا اما اذا اطلقك تاوي كده ما تخليش عمسك فيكي انا اللي عمسك فيكي انا اللي عمسك فيكي هو رسولي الناس هو يا اما بس ما تقولش يا اما جرايا يا نوم ما احنا طولو عمرنا عاشيون في البيت ده هو احنا كنا عاشيون في قصر يا ضمايا ورحمة امي ما انا ماشى من البيت ده الا على طربتي وبعدين لما يجوا بتوعي الحية ضلايا يقولونهم ايه راح تسكن في شقة مفروشة ياما ياما ده تليكي حزبة بصراحة هتكلي روها عجي الجانب هنا وبرجو يطير من نفوخه طب طب يعني لما تعوز تروحي تعملي بهبيت هتعمليها فين؟ لما عوزي عمي بهبيت الحيطة كلها كبنات اروح اخفت على اي كابل ايه وقلهم عند زوجكم ايز اعمل بهبيت ايه 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 اخلص ال بهبيت واخرج حبكت اهوي وهحمل على روحي اخش القهوة قهوة ايه؟ القهوة مجوالة هتعفل ايه 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 ما اقولك ايه عبد الجليل سافر سافريتك السودان اللي انت رايحة ديه ربنا وفاك كاملي وسيملي في حاجة انا مبسوطة كده مبسوطة كده ياما 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 طب طالما مبسوطة بقى قولي نفسك فيه اجبهلك وانا جاي مش عايز حاجة منه يشك الزبر ليه بس ياما الله ده انا جيله ياما جيله ياما ياما الغوالي وحيات سدنا النبي قولي نفسك فيه كتير عليك يا ضنايا ياما قولي واشرخي وملكيش دعوة انا عايزة كده لو ربنا فرج عليك وجبت فلوس كتير اه عايزة ايه؟ عايزة حج اشوف الكعبة وهو مارس على قبل رسول علي السراط والسلام عليات سيدنا النبي علي السراط والسلام وربنا المعبود لتنوليها والله لتنوليها والله لتنوليها ياما خد خد ياما يساكي يساكي خلي 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 انت مستي معاك ها؟ اخري بيتك سرقتها مين دي ها؟ ياما سرقتها ياما 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 انت كل كلامك كده بيسلف باللسانك وبتخلي الواحد يخرج برا شعوره ياما متخليش الواحد يخبط فيك ويمسك فيك يا عما تدبي مني ااما تدبي مني ااما ياما والله ياما سرقتهم ما سرقتش حاجة امالك بتاومن ايه؟ هقولك هقولك ده الراجل لانا شغال معادة هملي عشان قطر ادهملك عشان انا اما سافري احنا بقى متطمن عليك ربنا يزيده من نعيمه امين ربنا يكرمه امين ربنا يديله صحي وتشار العاية امين يا ربي خلقوا خالص ياما ايه ياما احنا هنشحط على الراجل في الحرى ياما تعال ايه ياما اراما ايه ده اراما ايه ده يا ايه ياما بس هذا اقعد ساكت ايه ايه تعال عايزاك ايه ده مش كده ياما بس اعيه بقولك ايه حاخلك على وش يما مش كده يما احنا في الحيطة يما مش كده ما تفتشينيش كنت من الناس قعد ساكت يما بتعملي ايه يما مش كده بس اخرص طب انت عايزة ايه اشوف انت مخسر منهم كاب يا دي ظنك السوي اللي مش اخلص منهم ايه انا مش اخلص من الزبك السوي ده يما ايوا قلتهم يما انت عايزة ايه مني او بعدين انا لو عايزة خنصر يعني انا ما كنتش قلتلك عليهم من الاول وكنت قطرهم كلهم بقولك ايه عبدالك ايه خد ليه يا ام انت مسافر ينفعوك في السطر يعني امك انا كده مفسوطة انا هايشة اخبط عليها اقولهم لقمة واكلوا كده حبه مفسوطة ربنا خليكي ليه يا ام ربنا خليكي ليه يا اعرب اسمع عبدالجليد محمور يا ام خير في سلامة وسلامة في خير يا امك عظم يا ام اوعى تضغابة على المعلم بتاعك حاضر اذا قال لك شيميام حاضر يسطا شيميام قال لك كيمال حاضر يسطا كيمال يا ام كل حاجة حاضر يسطا حاضر يسطا اما اما هو مين الوسطة التي تتكلمي عليها ذا البيت السمح اللي كان عندنا في البيت لما البيت واحد ه championship ياما هو ادى هادز carbono ياما دا ناجي به عطالله أنت أعوى أيها دمالوزي رالس ملوزي رالس